موضوع الايس كريم في معلومة كده ان بولت الايس كريم اللي مجمدة قوي لما تاكلها نص الصعرات الحارية اللي فيها بنفقدها علشان هو ساعر قوي. فجلسي بيحق صعرات. فمش حتى الخلق. يعني ممكن تاكل بولت الايس كريم كل اليوم. بأمان. انا ما عندهاش مشكلة. واعرف ان الايس كريم بينشط الزاكرة. لا وفيه طبعا مقاولات كتيرة مفيدة جدا طبعا فيه. وبالنسبة له هي طبعا ان ده يدخل لبن عشان الكالسيوم طبعا بالنسبة لسنها. نرجع بقى السؤال الاولاني بتاع المحافة. اه. اه. احنا بس عايزين نقول حاجة. احنا بنعمل حاجتين. بنعمل شوية تحليل كده. نعمل صوت دم ونعمل تحليل بغاز ونعمل تحليل الغضة الضاقية. لو التلاتة طول عسلام. ايه. يبقى البنت سليمة مش لازم نتخانها. دي اللي بنت الحاجة اللي كلمت من شوية اللي هي عندها خمسة وعشرين سن. كنت لنا. تمام. كلام الجميل. اه طبعا. وبالمناسبة هي لات غزي يعني. ايه. ايه. وبعدين الحاجة التانية. ايه. نعمل ذي حاجة اسمها. جهاز كده بات سعليه. لذي تشوف كده العضلات. والدون عندها. عضلاتها كويسة. مش محتاجة انها تزيد ببعض psyquinho في حالها. لو العضلات محتاجة تزيد. مش بس آية أكل كتير. لها محتاجة شفية رياضة وجم عشان تقاول عضلات بتاعتها. وتاكل المفيد مش لازم تاكل كتير.